في اول نداء في هذا الشوت وهذه الاسماء الحاضرة شعارات غنية عن التعريف شعارات من ابناء الخليج من ابناء الخليج المشاركين في هذا السباق المحلي السادس حضروا للمشاركة وللاستعداد مع السباق المحلي السادس يا سلام الله 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 هذه ارى بعد المراكز الخمس الشعارات باعلنها ان شاء الله في حضورها باعلنها في حضورها خلوني مع مقدمة الشوت مع الصدارة مع ضيوف الميدان ضيوف الميدان على مقدمة الشوت شعار ابراهيم قادم من المرموم ممتاز عبدالله بن اهلال بن احمد ابراهيم مع المقدمة وتحرك شعار بن جرحب هملولة تحركت الدماء الهملولية حمد بن حسين بن محمد بن جرحب اللي رشحت هذه الذلول رشحت هذه الذلول ترشيح مبطن عليها هذه هملولة على المركز الاول اذا محمد بن حسين بن محمد بن جرحب في مقدمة الشوت شعارة وتليها مباشرة باكرة ابراهيم على المركز الثاني اللي هي ممتازة تحمل الرقم اربعة عبدالله بن هلال ابراهيم المركز الثالث هذا الشعار السناري شعار غني عن التعريف ايضا مرحبا ابو علي هذا شعار مصفر بن علي بن عبيد السناري التزام ومتابعة زميل لعبيد بن علي السناري هنا المركز الثالث المركز الرابع الشهنية على المركز الرابع سالم بن محمد بن لخن المري والمركز الخامسي الشهنية شعار حامر بن علي بن طفله المري هذه الاسماح على حضراتكم مرة اخرى وندائي الثاني اللي ختمته ختمته مع الشعار بن طفله ولكن التغيير التغيير اللي حصل اللي حصل اللي حصل اللي حصل اللي حصل والتزام بالمركز الخامس مصفر بن علي بن عبيد السناري وفي المركز الرابع تقدم للشهنية على المركز الرابع عامر بن علي بن طفله المري والمركز الثالثي الشهنية سالم بن محمد بن لخن المري والمركز الثاني ممتاز عبد الله بن إهلال ببراهيم وأعود إلى مقدمة الشوط لأجد من تتربى على الصدارة في هذا العروض الجميلة التي تقدمها أملولا ويقدمها بن جرحب مع هذا الشعار الجميل الذي يحمل الناموس إن شاء الله يحمل الناموس شعار بن جرحب أتمنى لها الناموس اليوم أنا أتمنى لها الناموس والتوفيق بيد الله أملولا على مقدمة الشوط حمد بن حسين بن جرحب على المقدمة نعم رصيدها مليب الإنجازات فازت بمحلي فازت بسباق المحلي تقريبا الثانية والثالث أعرفها جيدا أعرف هذه البكرة جيدا هذه أملولا وخلك خلك شوف شوف الصدارة هذا هو الكيلومتر الأخير الكيلومتر الأخير افتتحنا يا بن جرحب لا يروح ترشيحي لا يروح ترشيحي يا سلام يا سلام المركز الثاني الشيهينية والله خطيرة خطير شعار بن لقن خطير شعار بن لقن هذا سالم بن محمد بن لقن حركه شوي المركز الثالث المركز الثالث هذا شعار بن طفلة ووصل الضيوف مع زاهية راشد بن علي بن رشيد والمركز الخامس والمركز الخامس ولكن المقدمة المقدمة الترشيحي باي باي على الترشيحي هذه الشهنية سلام بن محمد السلام المري اه سلام نعم انطلق في هذه اللحظة فاجأنا باللحظات الاخيرة وانطلق وفاز بهذا الشوط فنعلن ان اسمه المفاجئ 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 يالله يا بن جرحف حركها شوي حرك الاحديدة شوي عليها حركها ملولة ترشيحي راح يسلق الشهنية على مقدمة الشوط وانطلق الشعار بن لخن سالم بن محمد بن لخن المري وانطلق هذا الناموس وانبعث الى الوجبة والريان في صباح هذا اليوم مع الشعار بن لخن تهانينا لمالك الشهنية الفائزة بهذا الشوط هذا الشعار بن جرحف وصل بالمركز الثاني مع هملولة حمد بن حسين بن جرحف المري والمركز الثالث وصل الشعار بن رشيد زاهية راشد بن علي بن رشيد الاكتبي والمركز الرابع العنود حمد بن صالح بن حبونة على المركز الرابعي وخامسها وصل شعار بن طفلة مع الشهنية عامر بن علي بن طفلة المري صاحبة المركز الخامس بكرة يا السلام اذا ذهب الناموس الى الشعار بن لخن في هذا الشغل توقيت ايضا مميز سبعة ثلاثة واربعين ثمانة وخمسين جزء من الثانية توقيتها الزمنة الشهنية وهالنيكي المفاجئ سالم بن محمد بن لخن المري وهذه ترشيحي ترشيحي رشحتها وجت بالمركز الثاني ايضا الناموس لبن جرحف والناموس لي ايضا حملولة محمد بن حسين بن جرحف المري توقيتها الزمني سبعة وثمانة واربعين واربع وعشرين او ستة واربعين نعم سبعة ستة واربعين اربع وعشرين جزء من الثانية شكرا مخرجنا تهانينا لمالكها محمد بن حسين بن جرحف المري على فوز هملولة بالمركز الثاني والشعار الكتبي اللي وصل بالمركز الثالث توقيتها الزمني سبعة وثمانة واربعين وثمانة وخمسين جزء من الثانية هي زاهية راشد بن علي اشتركوا في القناة